المورد السادس والعشرون بعد أن تبين لنا واضحا وحسب ابن الأثير أن صلاح الدين كان يتحاشى جدا الاحتكاك بالفرنج وكان يسارع بعقد صلح وتحالف معهم أينما حصل بل أنه قد أخر تحرير القدس والمقدسات والأراضي الإسلامية لستة عشر عاما من سنة خمسمائة وسبعة وستين هجري عندما خذل الزنكي وترك معركة التحرير وكان التحرير مؤكدا قابق وسينة وأدنى وبقي الحال إلى سنة خمسمائة وثلاثة وثمانين هجري حتى اضطر صلاح الدين لمواجهة الفرنج بعد أن بادر الفرنج بالتعرض له ولمملكاته وقطع الطريق بين مصر والشام والتهديد المباشر لسلطانه وبعد أن صار الضغط المجتمعي والديني لا يمكن مواجهته أو السكوت عليه حيث صار الناس يلعنون صلاح الدين ويتهمونه بترك قتال الكفار أو يتهمونه بأنه ترك قتال الكفار وأقبل على قتال المسلمين وقد ساعده في معاركه والانتصار فيها وفتح البلدان انشقاق الفرنج وتعاون وتحالف القمص وقادته مع صلاح الدين ضد الفرنج وممن أشار إلى هذا المعنى ابن الأثير في الكامل الجزء العاشر في صفحة 22 ثم دخلت سنة 83 خمسمائة وثلاثة وثمانون هجري قال ابن الأثير ذكروا فتح صلاح الدين طبرية لما اجتمع الفرنج وساروا إلى صفورية جمع صلاح الدين أمراءه ووزراءه واستشارهم فأشار أكثرهم عليه بترك اللقاء وأن يضعف الفرنج بشن الغارات وإخراب الولايات مرة بعد مرة فقال له بعض أمرائه الرأي عندي أننا نجوس بلادهم وننهب ونخرب ونحرق ونسبي فإن وقف أحد من العسكر الفرنج بين أيدينا لقيناه فإن الناس بالمشرق يلعنوننا لاحظ من أين أتيت أنا بالكلام ليس مني وإنما هذا الذي نقله ابن الأثير عن قادة صلاح الدين عن مستشاري صلاح الدين عن أمراء صلاح الدين يقول له فإن الناس بالمشرق يلعنوننا ويقولون ترك قتال الكفار وأقبل يريد قتال المسلمين الرأي أن نفعل فعلا نعذر فيه ونكف الألسن عننا فقال صلاح الدين الرأي عندي أن نلقى بجمع المسلمين جمع الكفار ولا ينبغي أن نفرق هذا الجمع إلا بعد الجد بالجهاد فسار إلى طبرية وقاتلها ونقب بعض أبراجها وأخذ المدينة عنوى في ليلة ولجأ من بها إلى القلعة التي لها فامتنعوا بها وفيها صاحبتها زوجة القمص ومعها أولادها فنهب المدينة وأحرقها فلما سمع الفرنج نزول صلاح الدين إلى طبرية وملكه المدينة وأخذ ما فيها وإحراقها وإحراق ما تخلف مما لا يحمل اجتمعوا للمشورة فأشار بعضهم بالتقدم إلى المسلمين وقتالهم ومنعهم عن طبرية فقال القمص أن طبرية لي ولزوجتي وقد فعل صلاح الدين بالمدينة ما فعل وبقي القلعة وفيها زوجتي وقد رضيت أن يأخذ القلعة وزوجتي رضيت أن يأخذ القلعة مع زوجتي وقد رضيت أن يأخذ القلعة وزوجتي وما لنا بها ويعود وقد رضيت أن يأخذ القلعة وزوجتي ويأخذ ما لنا بها يأخذ القلعة ويأخذ زوجتي ويأخذ ما لنا بها ويعود فوالله لقد رأيت عساكر الإسلام قديمة وحديثة ما رأيت مثل هذا العسكر الذي مع صلاح الدين كثرة وقوة وإذا أخذ طبريه لا يمكنه المقام بها فمتى فارقها وعاد عنها أخذناها وإن أقام بها لا يقدر على المقام بها إلا بجميع ساكره ولا يقدرون على الصبر طول الزمان عن أوطانهم وأهليهم فيضطر إلى تركها ونفتك من أسر منا أقول موقف غريب ومكشوف من القمص فلم يتردد الحاضرون فرد عليه وكشف ما في نيته وكما ذكر ابن الأثير ماذا قال في نفس المورد يكمل الكلام ابن الأثير فقال له برينس أرناط صاحب الكرك قد أطلت في التخويف من المسلمين ولا الشك أنك تريدهم وتميل إليهم وإلا ما كنت تقول هذا فقوي عزمهم على التقدم إلى المسلمين وقتالهم فرحلوا من معسكرهم الذي لزموه وقربوا من عساكر الإسلام ترجمة نانسي قنقر